محطة برضو مهمة قلنا عليها أستاذ سمير غاني يعني برضو هنا مدرسة تانية خالص ما انتش عارفة حيقول إيه أستاذ سمير غاني برضو من الناس اللي هي يعني بيقول حجات الفجاءات يعني مكيوهات لدعته نفوقتها احكي لنا بقى من كواليسك مع أستاذ سمير غاني أستاذ سمير احنا عشنا أنا عشت معاهم ثلاث سنين من أحلى أيام حياتي قال سمير غاني معموماً يعني هم ناس محترمة جداً وخدمين جداً ووقفوا في مواقف كتير معايا يعني أنا حتى فاكرة أنا في العرض بتاعي ترلملم أنا تعبت جايلي حاجة كده معينة قعدت فترة طويلة في المستشفى وكانت أول حد جاتلي دلالة مدام دلالة الله يرحمها وكانت أمي ووقفنا العرض أسبوع بس أنا كنت قعدت شوية يعني طولت شوية كون عرض يوقف يعني دي مشكلة للمنتج أسبوع وكانوا بيزروا كي يا أول حد جايلي أستاذ سمير طبعاً دنيا أول حد جايلي مبتحصلش الحكاية دي على فكرة والكرم دلال دي كانت كريمة قوي بصنا تعلمت الكرم وإن تعملي الواجبات اللي عليكي وتسعدي وجبر الخواطر من الله يرحمهم دلالة عبدالعزيز ومن رجاء الجداوي الله يرحمهم وأستاذها مربت على ذكرها ما هم كالأسحاب التلاتي اللي دايماً كنت أشوفهم في أي مناسبة حضرين في أي فرح في أي حزن حضرين أيوة صحيحة بصراحة جبر الخواطر زي ما قلت يا نور أخذت منهم حاجات كتير ودايماً يا رب يجعله في ميزان حسنة نور انت شكلك خواجيتي خالص هل ده بقى مثلاً حصرك في أدوار معينة أو أنت كنت خايفة أن المخرجين يحطوكي في أدوار معينة ولا ده ما كانش الوضع لا يعني آه كان في الأول ده بس دلوقتي فيه أن أنت ممكن تغيريش شكلك في الأول ما كانش فيه الحاجات دي كان الناس آه بصين أنه شبه الأجانب فآه هي بس ما تنفعش غير أو البنت الكيوت ما ننفعش تعمل الشعبية ما ننفعش تعمل اللي هي بنت البلد أو الفلجر أو كان دلوقتي الموضوع اختلف لا اسن إلا طلع منك بلاوي سوري مع اللفظي يعني طلع منك إلا شلاء والبلدي وكل الأنواع طلعتك أيها دي من الحاجات خرصة كنت بتغيري جلدك بسرعة أيها إسلام كرولي يعني أنا ما بحبش الشخصي البنت الكيوت لا يعني عادي أحباها برضو منكره الممثلة بتلعب كل الأرواح أنا بحب الحاجة الصعبة اللي هي تبين الشخصي اللي هي مش ده الطبيعي بتاعه يعني إن شخصي قوية ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب طيب الشخصي القوية دي أعتقد ما بيبقاش عندها صعوبة فأنا هكتعامل مع السوشيال ميديا بقى دلوقتي بالانتقادات بالهجوم بالتنمر لأن عالم السوشيال ميديا بالنسبة للفنان تحديدا بقى شائك وبساعات بيأثر في فنانين كتير وفي منهم بيقفلوا صفحاتهم في منهم بيخش يردوا في منهم بيبسط فاحكيلي طب كده عن تجربتك مع الشهرة والسوشيال ميديا ومع الأمم كمان ومع الجزوجة يعني تركيبة مش سهلة وصف كل ده انت بتحطيه في حتة واحدة بتتعامل مع السوشيال ميديا ازاي؟ بتتعامل مع السوشيال ميديا عاية يعني انت نزلت صورة عليك قريب في الحرم المكي ناس كتيرة انبسطت بالصورة وناس كتيرة هجمت وانتو بتحطوا صور كليه كشخصيات عامة وانتو في بيوت الأجادة لا في ناس كتيرة انبسطت قوي من الصورة دي وفي ناس هجمت وبعد ما نزلت صورة تانية الناس هجمتني لان انت احنا افتكرناك اتحجبتي وانت بعد ما روحتي زورتي الكعبة جاية تنزلي صورة لا 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 ليه بنحكم على الناس كده يعني دي طاعة وعبادة عملتين الفكرة ان انت فنين ففي الأول وفي الآخر غصبا عنك لازم تنزل طول الوقت كتيرا متواجد وطول الوقت الناس بتطلب منك انك تكون متواجد تشاركوا ملاحظتك المهمة لما بتأخر شوية في انك تنزلي بوست او تنزلي حاجة الناس كلها بتقول دي على الانتقادات يا نور ولا بتطنيش يا لا لا كنت في الأول بديمس بقيتها قبر دماغي خلاص قص ده شخص وبعدين الحمد لله بتلاقي جيش بيرده بيردولك بظهرك ايو ايو طيب